فريد لاترش برضو من الفنانين اللي ما تجوزوش بقى يعني ده كنت بتشوفيه ده ما تجوزش خلص؟ انت كنت بتشوفيه في السينما ايه؟ حبيب وجانه وكل البنات ما تجوزش ولا مرة؟ ايه ده؟ ده عكس تماماً بصي بقى دين مفارقة هتقولي الحد ده ما تجوز ويقولك زي ما تجوزت مش كان بيتجوز في الأفلام يا عمو اللي بيتجوز في الأفلام بازم بيتجوز برا؟ اه هو بيتجوز في الأفلام بيتجوز برا فهو بالنسباله كان عايش هو مقتنع ان هو الفنه بس طبعاً سنة 44 أول ما اسمهان توفت جات له أول زبحة وبدأ يحس ان اسمهان دي بالنسباله كانت العالم كله يعني ما كانتش أخت بس كانت العالم كله بالنسباله اسمهان فأمه طبعاً بعد ما اسمهان ماتت بدأت تاخد جنبه وتعيشت لوحدها فبدأ كل واحد من الأسرة يعيش وحيد فهو بدأ في اللحظة دي يحس بالوحدة بجد وبدأت السنين كل ما تعدي يقول طبعاً ما تجوز طبعاً مرتبط طبعاً ما بدأ لما أنا عايش لوحدة لحد ما ظهرت بالنسباله سمي يا جمال وسمي يا جمال كانت بتاعشقه يعني لدرجة انها قبل ما تدخل الوسط كان بتروح تشوف المجلات بعد فريد وتجيبها تعلقها مم فكانت عارفة ان هو بيصور في ستوديو فبقت تروح عشان بس تستنى يعني يعدي من جنبها فوقفة بتشتري مجلة من عند الراجل اللي جنب السوديو بقول لها يا بنتي وانت كل ما فريد لقيته انت ما تعرفش فريد لطرش ده بالنسبالي انت عارف لو اشوفه فلاقيت حد وراه بقول لها لو شفتيها تعمليه فبصت لقيت فريد لطرش اغمى عليك وهو خدها بفوقها في الستوديو وبدأوا بقى اللي اتنين تروح تحضر تصوير لحد ما بدأت تشتغل معاني وبدأت الناس كلها تتكلم ان خلاص فيه مشروع قصة حب بيكتمل وان قريبا يتم الاعلان عن الجواز لحد ما يجيه صحفي في مرة كتب مقال ان ازاي فريد لطرش الذي يجري في دمه او يجري في عروقه دماء زرقاء دماء ملكية يعني وهو ابن الامراء والحسب والناسب هيتجاوز من فلاحة فهي استنت ان فريد يرد ما ردش وحش قالت خلاص لأ بصي هو كان بالنسبة لهم فيه حاجات ما تستهلش الرد لانها مش صحيحة هاطلع رد عامل ايه فقال خلاص مش هرد فهي اخدت الموضوع ان انت ما بتردش وما بتدفعش عني فخلاص اذا قصة الحب دي خلاص خليها تنتهي فجيه في سنة 48 بيحضر حفلة من الحفلات فلاق مجموعة من اصدقاء الموجودين بيشوروله على واحدة قالوا عارف اللي هناك دي قال لهم لأ ما عرفهاش قالوا له ازاي دي بتحضرلك حفلات كلها قال لهم مين دي يعني قالوا اسمها نريمان ومعجبة بيك جدا وسطواناتك عندها وحفظة كل اغانيك فهو بدأ يركز مع نريمان اللي هي وراف كل الحفلات دي وبدأ فعلا ان اللحظ انها كل الحفلات بتحضر لحد ما حس في لحظة ان دي ممكن تكون بداية قصة حب وكان عجبه قوي انها تقيلة ان في الوقت اللي البنات بتشوف فيه فريد لطرش فتطلع تجري وعليه دي تقيلة وقاعدة في جنب واسقة نفسها ومعنداش مشكلة من اي حاجة فاجف مرة وقال طيب يعني افتحها ولا ما فتحهاش افتحها ولا لا فضل رايح جاي لحد ما القواه انا استقريت على ان انا بحب البنت دي فهروح اطلبها مصيح من النوم الصبح على خبر ان الملك فاروق خطب اشتركوا في القناة